منذ أسابيع والاستعدادات تتواصل من أجل هذه المسرحية إنها مسرحية جديدة من نوعها بأذكارها وأحداثها فهي تجمع بين الكوميديا والتشويق والحبكة الدرامية كما أنها تحوي نخبة هائلة من ألمع النجوم ولحصن الحظ سأكون على رأسهم نعم سأقوم بدور البطولة وهذا انتصار كبير لي دون شك في مشوار الفني الذي بدأته منذ فترة قصيرة نسبيا صعدت من خلالها إلى القمة بفضل جديتي في الأداء وعدم خروج عن النص كما يفعل الكثيرون من نجوم المسرح ظللت أعمل وأعمل طوال الأسابيع الماضية أقرأ النص وأتأكد من حفظ كل سطر فيه وأتعامل مع بقية زمداء ممثلين بكل احترام وتقدير كنت أحاول أن أكون قدوة للجميع في احترامي لمواعيد البروفات والتزامي بتعليمات المخري فالناس لا ترحم النجوم أبدا وتحسب عليهم ذلات كما نعلم جميعا وبعد أسابيع طويلة من البروفات المتعبة والمملة وبعد جهود جبارة لا توصف بذلتها في حوض نص حوار مسرحية بل وتوجيه الممثلين المبتدئين أحيانا كثيرة جاءت تلك الحادثة التي أعتبرها البداية الحقيقية لقصتي فبعد أن انتهينا من أداء أحدى البروفات النهائية في تلك الليلة ذهبت إلى غرفتي لأنال قصة من الراحة ماذا؟ تسألونني لماذا لا أذهب إلى البيت؟ لأننا نريد أن نعيش أجواء المسرحية وننفاصل تماما عن الواقع لذا فقد ارتأى المخرج أن نسكن في غرف الاستراحة التابعة للمسرح طوال فترة الاستعداد نعم كنا نعمل بمنتهى الجدية كما ترون ماذا كنت أقول؟ آه ذهبت إلى غرفتي لقضاء قصة من الراحة استعدادا لغرفة الغد وهي النهائية قبل بدء العرض الأول في الأسبوع القادم كنت مستوقيا على سليلي دون أن أبدل ملابفي من فرط الإرهاق أفكر في تلك المسرحية وما ستضيفه إلى رشيد الفني يجب أن أكون متألقا كعادتي يجب أن أثبت للجميع أنني نجم المسرح الأول كنت أفكر في كل هذا قبل أن يطرق أحدهم باب غرفته ضربات متوترة قلقة نظرة سريعة إلى الساعة إنها تقترب من الثانية عشرة مساء مطط شفتي مستغربا ونعط من على السريل وقبل أن أسأل عن هوية الطالق سمعت صوتا متوترا يقول من خلف الباب افتح الباب يا عبد العزيز افتح الباب أرجوك هناك أمر هام يجب أن نتحدث بشأنه هذا صوت أحد زملاء الممثلين رفعت حاجبي علامة على الاستغراب عن سبب زيارته لي في مثل هذا الوقت المتأخر وفتحت له الباب فدخل الغرفة بسرعة ودون استئذانه ليجلس على الفراش وعلامات التوتر تسيطر تماما على ملامحه ثم قال دون مقدمات عبد العزيز هناك أمر خطير خطير جدا قلت له وقد بدأ القلق يتسربل إلى صوتي ماذا يحدث أخبرني بالله عليك رد وهو يلهاث من شدة التوتر دور البطولة في المسرحية سيأخذه منك المخرج ويعطيه لممثل مبتدئ لا تسألني لماذا سيفعل هذا أنا لا أعرف السبب صعقت صعقت تماما من هذا الكلام هذا مستحيل قلت لزميلي بالذهل لا يمكن كيف لا يمكن أن يحدث هذا يأخذ مني دور البطولة ويعطيه لممثل مبتدئ هذا مستحيل تماما ولكن كيف كيف عرفت رد بتوتر لقد سمعت المخرج يتحدث مع المنتج ويخبره أنه ليس مقتنعا بأدائك في المسرحية ويريد استبدالك بذلك الممثل المغمور الذي سيقوم بدور الطباخ ويعطاؤك أنت دور الطباخ بالمقابلين هنا صرخت مذهولة ماذا تقول ما هذا الهراء أنا لا أصدق حرفا من هذا أنا أنا لم أجد ما أكمل به عبارتي من قوة المفاجأة فهززت رأسي بالذهول غير مصدق وقلت لا لا أعتقد لا يمكن هناك أمر لم تفهمه أنت دون شك لا شك أنك أسأت فهمهم هتف قائلا أتمنى أن أكون مخطيعا ولكن هذا ما سمعته بالفعل وما سمعته لا يمكن أن يفسر بطريقة خاطئة يا عبد العزيز لقد ذكر المخرج اسمك وقال للمنتج أنه سيستبدلك بذلك الممثل المغمور على كل حال انتظر حتى الغد وسيخبرك المخرج بنفسي ولكن أرجوك لا أريده أن يعرف أنني أخبرتك بالأمر لا أريد أن أخسر دوري في هذه المسرحية إنها حديث الساعة كما تعلم وضعت يدي على كتفه مطمئنا وشكرته على كل شيء لم يجد بعدها ما يقول فترى كان في غرفتي والأفكار تتضارب في ذهني حتى أصبحت مشوشا تماما هل ما أخبرني به حقيقي؟ لا يمكن هناك خطأ دون شك لا يمكن أن يأخذ مني المخرج دور البطولة قبل موعد العرض الأول بأسبوعه بل ويعطيه لممثل مغمور لا مستحيل لا يمكن أن يسكت زملاء ممثلون على تلك المهزلة هذا لم ولن يحدث أبدا في تاريخ الفن ولكن شيئا في عماق يخبرني أن زميني مخطئ هناك شيء غير مفهوم سوء فهم لا شك في ذلك هناك سوء فهم هناك سوء غبت أخيرا في عالم الأحلام من شدة الإرهاق عندما ذهبت إلى مكان البروفة في الصباح الباكر فوجئت بالمخرج يستقبلني بهدوء مستفذ دون أي سبب قبل أن يقول بحزم ولا يخلو من السخرية عبد العزيز لقد تحدثت مع المنتج في الأمث بعد انتهاء البروفة وقررنا أن نأخذ منك دور البطولة ونعطيه لذلك الممثل المبتدئ الذي كان سيقوم بدور الطباخ وستلعب أنت بالمقابل دور الطباخ قالها هكذا بكل بساطة وبصوت ساخر مستشف لماذا؟ لماذا يفعل هذا؟ نظرت إليه غير مصدق ثم نظرت إلى باقي الممثلين يبدو أن الجميع على علم بالأمر وقد كنت أنا آخر من يعلم كيف يقبل جميع زملاء الممثلين بأمر كهذا؟ إنهم نخبة من كبار الفنانين كيف يسمحون لممثل مغمور أن يأخذ دور البطولة؟ سألت المخرج بعصبية بالغة حتى شعرت أن الشرر سيتطاير من عيني لماذا تفعل هذا؟ أنت تثير غضب الجميع كيف تضحي بمسرحية بهذا الحجم؟ وتعطي دور البطولة لممثل مغمور لا يعرفه أحد سكت وأنا أنظر إلى الجميع متوقعا أن حديثي هذا سيحفز زملاء الممثلين ويجعلهم يقفون إلى جانبي بدلا من سكوتهم الغريب لكن بقي الجميع صامتا وكأنهم سعداء بما يحدث فحتى الممثل المغمور كان واقفا يرمقني بسخرية تجاهلت نظراته الواقحة وسألت الممثلين بغضب هائل هل يرضيكم ما يفعله هذا المخرج الأحمق؟ هل ستقبلون أن يقوم بدور البطولة ذلك الممثل المبتدئ؟ لم يرد أحدا بل نظر إلي الجميع بسخرية لم أفهمها ثم همهم بعضهم بكلمات الاستحسان الاستحسان على ما يفعله المخرج لم أصدق لم أصدق أن تكون ردة فعل الجميع بهذه الصورة إنها مؤامرة إذن يريدون تدمير نجوميتي صرخت بالمخرج بعصبية بالغة لماذا تفعل هذا أيها الوغد؟ إنك تدمرني تماما بتصرفك الأرعم فجميع الناس يترقبون تلك المسرحية جميعهم يعرفون أنني سأكون نجمها الأول قد لا يكترث هؤلاء الأوغاد بسمعتهم الفنية بسماحهم لهذا الممثل المغمور أن يأخذ دور البطولة أما أنا فلن أتركك تفعل ما تريده لن أسمح بهذا العبث أن يستمره رد علي بابتسامة ساخرة ماذا ستفعل أيها البطل؟ الأمر انتهى ولا مجال للتراجع نحن لا نريدك أن تأخذ دور البطولة بل إننا مستعدون أن نؤخر موعد افتتاح المسرحية حتى يحفظ ذلك الممثل المغمور دورك ويقوم به على أكمال وجه اقتربت منه ووجه محتقن من شدة الغضب وصحت به بانفعال شديد والزبد يتراكم على جانبي فمي أيها اللعين لن أسمح بذلك حتى وإن اضطررت لقتلك قلت الجملة الأخيرة ولم أتحمل أكثر لم أتحمل نظراته الساخرة فهجمت عليه وأمسكت بعنقه حاول الإفلات مستنجد بالممثلين خاصة أنه نحيل الجسد قصير القامة من الممكن أن أسحقه بيد واحدة سألقن هذا الوغد درسا في احترام عمالقة الفن تحول المكان إلى حلبة مصارعة مصارعة غير متكافئة إطلاقا بيني وبين المخرج فالتف حولنا الممثلون وتعالت أصواتهم لمحاولة حث المخرج على النهوض ومحاولة قتالي دون أن يتدخل أحد منهم لإنهاء الشجار هل نحن في إحدى المدارس الثانوية؟ لماذا يتصرفون جميعا بهذه الصورة؟ أخ أخ لقد عض المخرج اللعين يدي قمت بحقد ذالغ بوضع كفي حول عنقه ودغط عليه بكل قوتي بالطبع أنتم تعرفون ما سيحدث هو تماما ما تتوقعونه لقد خنقت المخرجة فتوقفت أنفاسه تماما وهمدت حركته لحظات قليلة جدا قبل أن يقفز علي أحدهم ويكبل حركتي ويقول كلاما غريبا لم أفهمه فقد كان يقول بصوت مرتفع أيتها الممرضة أحضر المعطف ذا الأكمام الطويلة هذا المريض قتل زميله ثوان قليلة قبل أن تدخل فتاة من جنسية آسيوية مع بعض الرجال فقيدوا حركتي تماما ثم شخص آخر يدخل الغرفة ويقول بسرعة تأكدوا من أن المريض الثاني قد فارق الحياة ربما نستطيع أن نسعفه ثم وجه كلامه بغضب لشخص آخر يقف بجانبه ألم أخبرك؟ ألم أخبرك أن ما يفعله هؤلاء المرضى سيؤدي إلى كارثة؟ لقد أخبرتك منذ فترة أن هؤلاء المجانين يظنون أنهم نجوم في عالم الفن وأنهم بصدد عمل مسرحية وأن أمور سيئة قد تحدث بسبب ذلك خاصة مع هذا المريض المدعو عبد العزيز لقد أخبرتك أن هذا المريض النفسي يختلف عن زملائه فهو خطر عليهم لقد حاول قتل أحد المرضى منذ سنتين وقد طالت أنا بعزله إلا أنك كنت مصرا على أن يختلط بزملائه رغم اعتراضي الشديد انظر ماذا حدث الآن رد عليه الآخر بدهشة لم أتوقع أن يحدث ما حدث لقد ظننت أن اختلاطه بزملائه المرضى سيكون جزءا من العلاج وسيساعده على الشفاء لم أتوقع أن يعود إليه جنونه ويقتل زميله أعترف لك بأن عبد العزيز هو أغرب نزلاء مستشفى الطب النفسي منذ أن استلمت وظيفتي هنا فعندما تظن أنه في طريقه إلى الشفاء يرتكب جريمة جديدة أنا أعتذر لك عن هذا الخطأ مط الرجل الأول شفتيه وهو يقول بحنق لا فائدة من الاعتذار الآن ولكن أرجوك أن تلتزم بنصائحي في المرة القادمة فأنا أكثر منك خبرة وأعرف ما أقول تصل بالشرطة الآن حتى نثبت الحالة ضد عبد العزيز ستكون هناك تحقيقات واسعة بسبب تلك الجريمة ولكن لا حرج على المجنون كما تعلم لن يتهم أحد عبد العزيز بشيء ظللت أستمع إلى هذا الحوار في حين يقوم هؤلاء الرجال بتقيدي ثم تذكرت المسرحية مرة أخرى فرحت أصلخ أتوعد إنني من ألمع نجوم الفني لا يجوز أن تعاملون بهذه الطريقة لن أسمح لكم أبدا سيكون دور البطولة لي وحبي أيها الأوغاد أيها الوشتائم عديدة أخرى قبل أن يضعوني على الفراش في إحدى الغرف ويدس أحدهم حقنة في عروق وهو يصيح هذه الحقنة المهدئة ستجعله ينام هذا المريض النفسي يجب أن يعزل عن بقية المرضى إنه خطر عليهم إنه لم أستمع إلى باقي الكلام لأنني غبت في عالم الأحلام آملا أن أستيقظ لأعرف ملابسات ما يحدث لأنني لا أفهم شيئا مما يقوله هؤلاء لا أفهم أطلاقا استمعتم إلى قصة بعنوان المسرحية من كتاب 17 قصة رعب تحبس أنفاسك من فرط الغموض للكاتب عبد الوهاب السيد الرفاعي وبصوت مصطفى دهيث